سلام تلمونت انتم لتكونوا كلكم بخير وعلى خير في حل دي ما اليوم ان شاء الله دائما في إطار الوصفات والوجبات الصيفية اللي كتكون ضغية كتوجد ما فيهاش بزاف ديال الخدمة كتوجد في وقت قياسي بلا كتر تلقوا في الكوزينة مدة طويلة أغلب الناس في الصاد أو في الصيف كيتفدوا أنهم يدخلوا الكوزينة وبقوا فيها مدة طويلة بحكم الحرارة فشاركت معكم جمعة ديال الوصفات والسندويتشات الصيفية في الفيديوهات اللي سبقوا اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم جوش ديال الوصفات اخرين وصفات صيفية بامتياز أول وصفة هي قغتان الكروكت هاد القغتان هاده يجي رائع بسيط وساهل كيوجد فرمشتعين في وقت قياسي احتى المكونات دياله سهلين وبساط ما فيه شي حاجة غالية بزاف او لا طريقة تحضير فيها شي تعقيدات رائع كيجي مقرمش ومعلك في نفس الوقت وبنين بالنسبة الوصفة الثانية هي عبارة على صلطة صيفية بامتياز صلطة اللي كتجي غزاله لفشكل لف المنظر لف المداقو كتجي بنينه ونشارك معكم في الفيديو سر البنة ديال السلطة حيث اغلب الناس يعانيون من هاد المشكل هاده انهم كيع يوم يقوموا وينكهوا في السلطة وفي الاخرية اما كتجي ماداق ناقص او لخصها شي حاجة او كتجي بس لا اليوم ان شاء الله سنشارك معكم سر البنة سلطة مرافقة لصحية بديل المايونيز بطريقة صحية وطبيعية قوموا ان شاء الله حتى الاخير ديالفيديو باشوفوه طبق القراتان كروكت وصلطة صيفية اول شيء نبدأ ان شاء الله قراتان كروكت عندي هنا يربعة الحبات البطاطم من بعد ما تسلقوا طابهم قشرتهم ودرتهم في هذه الثلاثة هما بقي نسخان ضروري بطاطة تكون سخنة ازلت عليها جوج مع القكبار ديالزبدة من أصل حيواني باشك تعطي ماداق زوين وكتزيد هنا سواء نسكاس للعنبة ديال القشدة الطارية سواء ديال الطبخة او ديال الحلويات او الا كاس ديال ياغور طبيعي او نسكاس للعنبة ديال الحليب ملحت بالقياس الكافي ديال الملحة سوف نأخذ هنا جوج دروس ديال التومة إذا كانت تومة كبيرة تدروا واحد كانت حجم طصة تدروا جوج درسات ديال التومة محكوكين هكذا تقدروا تخدموا كذلك بالتومة بودرة كتدروا مع القياس صغيرة ديال تومة بودرة وغادين معس هاد بطاطا مع هاد المكونات كامل هم نخدم هم سواء كتمعسوا بهاد الالات اللي كيكونوا خاص بلا بيوغة ديال البطاطا او لا بالفرشات من بعد ما خدمت المكونات غادين زيد هنا يجوج حبات ديال البيض البيض يكون حجم كبير الى كل البيض صغير فكدروا تقريبا تدير البيضات انا كنحاول نعطيكم الحجم باش خدمت وكده لك البديل الى خدمت بطاطا صغيرة او كبيرة فبطاطا متوسطة تحتاجوا ربعة بطاطا صغيرة تحتاجوا من خمسة حتى الستة ديال الحبات ديال البطاطا هنا من بعد ما زيت البيض زيد جوج مع القكبار قصبور ومعدنوس مقطعين رقاق وخدمت الخاليات باش مما خدمتو باش مما بطاطا كتتلق الخيط وكتتجي على شكل بوري هنا غدي نزيد شوية ديال الفرماج الفرماج زيدو الفرماج اللي توفر لكم ما كانش مشكل او لا تشكلوا مع بزاف ديال انواع هاد شكرا لكم فشخصيا بقى عندي شوية ديال الفرماج ديال الشيدار هو اللي صفر درتو درت شوية ديال الفرماج او لا فرماج الادام تقدروا تديرو القرير تقدروا تديرو تديرو الالبكورينو هنا حكيت شوية ديال تديرو تديرو غير شكل واحد تديرو غير الفرماج الحمر تكون مهمة ديال الفرماج باش يجي هاد القغاطة تقدروا تديرو ويجي هاد مكونات وانسابة ادريال المكونات لا يوجد شعبار معين لهذه المكونات سوف نأخذ هذه المكونات سواء كديروا هذه المكونات في بيغيكس أو مول البديع أو أي شيء المكونات خليفة تركيز الشابلوغ يجب أن تخدموا بشكل عالي أو بشكل عالي سوف يلبس المول من بعد أن تخدموا بشكل عالي سوف يعملوا بشكل عالي لأنها تقلع بشكل عالي سوف تسليوا الكيمية وضعوا بشكل عالي زيت الزيتون لكي تبدو كتدفيني و وجهة القغطان لكي لا تلسق لكم بطاطا هي المسانين الرسمي للصيف شخصيا في دار ناكن و احنا اصلا روافق الموتوا على بطاطا بطاطا يشعر رسمي لنا و الصيف يكتمستي لها حيث مدرتوها تجيبنينه وشي حاجة اللي ضغياء موجودة في قائل المنازل فهنا من بعد ما فينيت الجهة الابوري مزيان ملستو مزيان هاد الخطوة اختيارية بغيتو تديروا طبقة خفيفة الفرماج محكوك هادش يرجع لكم ما بغيتوش تقدرو تستغنو عليها فاشخصيا كعجبني يجيب معلك في دك التعليكة ديال الكروكات درت هادك طبقة خفيفة ديال الفرماج و غادي نرشل الجهه بلا شابلوغ سواء خدمتوه بحالي بهاد الشابلوغ الاسيوية اللي هي البانكو سواء قدرتوا لشابلوغ العادية فكديروا طبقة رقيقة ديال الشابلوغ الجهة اللي يغطي لكم هادك القراتين او الوجه ديال القراتين او الوصلا عن بي من بعد ما كان فينو الوجه من بعد ما ساليت خديت طريفات ديال الزبدة قطعتهم الرقاق ستفون في الوجه ديال القغاتين تقدرو تعوضوا الزبدة بزيت الزيتون شاعلتو فران خليدوك يسخن على 180 درجة سندخل قغاتين للرف الوسطاني ونخليه كياخد قريبا من 35 حتى 40 دقيقة سوف ندوز دابل السلطة بالنسبة للسلطة سوف نصوب اول حاجة سلطة المايوناز اللي ستكون صحيه بامتياز لهاد السلطة سوف نحتاج جوج بيضات مسلوقين جوج دروس ديال التومة ثلاثة ديال الحبات ديال الجوب المربعة او اللي الجوب المثلتات ماشي مشكي لخدمو بلت وفر ليكم عندي هنا عصير ديال نص حمضة شوية ديال البزار قياس واحد نص ملقة صغيرة ديال البزار وكذلك شوية ديال الملحة وخلف رماج سواء مربعة او اللي المثلت كي يكون مالح فقط تنسمو بشوية ديال الملحة فقط نزيد هنا قياس 1-4 لمع القكبار حتى 5 لمع القكبار ديال الزيتون او زيت البلدية ونسكزل عن بادي الحليب كامل الدسم وغادي نطحم هاد المكونات مزيان كتبقوا كتطحنو في يوم كتخدموهم مزيان باش من هيد تطحنو ماي بقاش هادك شي مفرشش ومنها كتختار هاد السلصة تحصل على سلسة مايونيز هذه السلسة اعتمدوها فقاع السلطات الخضر الروز سلقته وصفيته المكونات باردين الروز سلقته البطاطاج البناخ مفور المكونات الغدائي مقطع مكعبات صغار زيتون مقطع دوائر مقرد ميز الثورة ثم تضيف وصفيته 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 ونزيده نضيفه نضيفه بلتين ثم نحرك الخضر مع بعضياتها معلقة وصفيته بالخصوص كمية مهمة في حالي نسر بها في إناء فتخلطوها مزيان بشكل عائلي أو في إناء كبير وصفيته كيف يمكن تربيةها بأشكال فردية في جنباس الطبلة ثم تستفيد سلطة مايوناز سلطة سلطة مع مقطع رقيق ونستفيد من الجناب بطريفات البيض سلطة مصر ونستفيد سلطة 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 with سلطة ان يضع sich من تحديد وما piachter البيض حمكن وصفات ثانية هذه تحديد المفار. كما يجب ايضا اكتشف و اعجبكم بشروبات و منضاء اختيار اعجبكم بشروبات و اعجبكم الوصفات بصرصة المايوناز و صحية لا تبقى لايك اشترك اشتركوا معكم على القناة لا تنسوا لجرس الانذار لكي اشتركوا جديد و اشتركوا فيديو في يوتيوب الناس اللي ديجا مشاركين معي ألف شكر تلقى بكم إن شاء الله في فيديو جاي على بروشن تشاو